اللي وتكسر طيب دكتور عبدالله بمن حضرتك أمين عام نقابة الصيادلة ايه هو المطلوب من الحكومة حتى لا تحدث انتكاسة وازمة حقيقية في صناعة وتوفير الأدوية في السوق خصوصا الأدوية شديدة الحساسية زي أدوية السرطان السكر الحمر وماكزمية زي الانتروفيرون فيه أدوية مهمة جدا بالنسبة للناس ايه؟ احنا دلوقتي يقولنا حضرتك قلت انه نظريا احنا محتاجين صناعة واحنا بديتكلم في حاجة هتاخد سنين عشان تتعامل لكن احنا دلوقتي ايه الاجراءات الوقتية واحد اتنين تلاتة محتاجين ايه عشان ما يحدث المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي بعض خطوط الانتاج الموجودة المتوقفة في بعض المصانع عليها انها الاسراع بتشغيلها مرة أخرى حالا لأن ده حيسديننا جزء من الأزمة تسهيل اجراءات الافراج الجمروكي والصحي واجراءات الاستيراد على بعض الأدوية علشان نسرع بتوفيرها وده يعني عمل جزء منه ونتمنى في بعض اجراءات التسجيل والتسعير يجب ان هي يعادل نظر فيها بحيس انها تعمل نعمل مع الانضباط يكون فيه نوع من التسهيل في اجراءات التسجيل والتسعير احنا كنا في مؤتمر مع وزير الصحة من حوالي اسبوع مع غرفة صناعة الدول بنناقش هذا الموضوع والوزير واعد ان هو فيه جلام في جزء الثلاثين في المية لهمش ديها الممكن تقلل اولا بس عشان انا نسيتها هامش ربح الصيدالي ليس تلاتين في المية وانما هو في حده الاقصى وبيتراوح بين سبع في المية ببعض الأصناف لأقصاها عشرين في المية في الأدوية المحلية ده اقصى يعني بموزون حوالي تلاتتاشر اربعتاشر في المية طب حال حال جهاز حماية المستهلك ليه دور برضو في الحكاية؟ ان هو يراقب التسعيرات ولا؟ ده الحاجة الوحيدة اللي مسعارة في البلد دلوقتي بتسعير جابري هي الدواء وبيتكتب على كل علب الدواء سعرها ده الحاجة الوحيدة اللي انت حضرتك بتشتريها وانت عارف دي سعرها كام وحتيجي بعد شهر حتلاقي سعرها زي ماهو وفي تبال حضرتك فموضوع تسعير الدواء ده منضبط جدا وفيه لجنة اسمها لجنة تسعير الدواء بتقوم على يعني مفيش دواء بينزل السوق الا ان يكون مسعارا تسعير جابري وبيتكتب على العلبة نفسها ايه بس في اطار النقص يا فاندر موسوخ السوداء وحضرتك وده الكلام اللي احنا لو لو تطرقت حضرتك بتقول فيه ده اللي احنا عايزين نحله لانه الناس اللي محتاجة نقص بعض الادوية بيغري بعض ما انا بقول لحضرتك نقص بعض الادوية بيغري بعض الناس بتهريب الدواء ده دواء متهرب لا مسجل ولا مسعر في مصر ولا مراقب ولا متحلل واختبال حضرتك وبيباح في بعض السيدليات لأسف واحنا بتقوم عليها وتم ضبطيات المشكلة ما هي فيها مشكلة تانية الدواء ده ما احنا شعرته مصدر ايه ولا تسعير تكام ولا متسجل ومش متسجل في مصر يعني انت بتاخد دواء ممكن يكون مجشوبش احنا بتتكلم عن حالات الشديدة الحساسية والدواء فيها ممكن لو ماخدوش يسمم الوفاة طب هيعمل ايه يعني هو الحالات دي في شركة المصرية حتى للشركة المصرية من حقها انها بتستورد بعض الاصناف اللي هي فيها نقص شديد بالامر المباشر وتبقى موجودة في في فروعة موجودة الحالات دي الحارجة دي بتبقى موجودة ادويتها سواء ادوية السرطان سواء ادوية الحضرتك من قبل الحياة دلوقتي لو في حد عنده مشكلة في دواء يروح فين عشان يلاقيه ادويتك بتقول ان كل حاجة متغطية دلوقتي وكل الادوية الحساسة متواجدة يروح فين لما ما يلاقيهاش يعني هو ده السؤال اين الجهة التي يتجه اليها المواطن فيه مركز شكاوي في وزارة الصحة المفروض ان هو يتوجه له عن طريق التلفونات بيبلغ عن شكوته لو فيه ممكن يتصب نقابة السادلة تبقى ايه العقوبات اللي هتتفعل على المصانع اللي بيبقى فيها وطباطه في الانتاج والتوزيع وتصنيع هتبقى ايه العقوبات ممكن تلغي رخصة هذا الصنف وتعالي شركة تانية تصنعه العقوبة يعني طبعا انا بتحرمه ده عقوبة قاتلة بالنسبة للشركة بس بيكون قريدي هو حرم لازم بيبقى فيه القبل لانه لازم بيبقى فيه مدة معينة لانه هو كده بيحرم اولا قبل هذا فيه الزام فيه الزام على الشركات المسجلة الأدوية انها لابد تنتجها بطريقة ريجولر منتظمة طول السنة حسب احتياجات السوق لابد الشركة بتيجي اول السنة بتحسب احتياجات السوق من كل صنف وبتعمل خطة انتاج على مدار العام بحيث ان هو الأدوية دي تبقى متوفرة لو فيه شركة ما عملتش هذا الكلام او تقعست او ما نفذتش البرنامج بتاع الانتاج بتاع خطة انتاجة لابد بيوقع عليه عقوبة طبعا دكتور عبدالله زين العبدين امين عن نقابة السادلة نورتنا فنم ونتمنى ان احنا ما نخشش في عدمات في الدواء لا لا احنا نتمنى ان شاء الله ان نتمنى للناس كلها الصحة والعافية يا رب ونتعاون جميعا ان احنا نسد هذا نتمنى ده يكون حصل فعلي يا دكتور والبلد ان شاء الله تستقر عن القريب العاجل وجزء من هذه المشكلة يتحل يا رب ان شاء الله وبشكرك جدا عاجودك معنا نهاردة ويا رب ان انت طومنتنا نهاردة بس يا رب نلاقي ده موجود بالفعل نلمسه فعلا مشاهدين هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسا مكملين معاكم في نهارك سعيد شكرا